مباراة مش تهلة بكل المقيس يتقال عليها انها صراع على صدارة المجموعة اللي بتضم كمان الى جانب الاهلي وشباب لوزداد ميدياما الغاني ويانج افريكنز التنزاني الوضع حاليا كالقاتي الاهلي عنده اربع نقاط من فوز وتعادل وشباب لوزداد الجزائري بيمتلك تلات نقاط من فوز وحيد وخسارة بالتأكيد الفرقتين حيلعبوا يعني الى حد كبير جيم مفتوح مع الحزر الدفاعي لان طبعا كل طرف يهموا جدا الصدارة اما عن تاريخ مواجهات الفرقتين فهم مبارتين وكانوا في 2001 في دوري الابطال والاهلي كسبهم في ذلك الوقت ونأمل ان شاء الله في الفوز لتالت مرة بإذن الرحمن يوم الجمعة الجاية طيب دايما بيبقى حلو انك تعمل مقارنة بينك وبين المنافس بتاعك سريعا جدا وحنتكلم بالارقام مقارنة بين الاهلي وشباب بقبلوزداد حتكلم على مستوى هنا او حبدأ بمستوى الدوريات الاهلي لايب حتى هذه اللحظة في هذا الموسم ست مباريات كسب فيه اربعة واتعادل في اتنين شباب بلوزداد على ناحية تانية لاعب في الدوري الجزائري ست مباريات برضو كسب في اربعة بس هنا الفرق بقى انه خسر في اتنين ففيه طبعا فارق فيه النتائج الاهلي في المركز التاني شباب بلوزداد في المركز السادس طبعا حسب الترتيب بتاعهم والفريقين ليوم طبعا المؤجرات اشتركوا في القناة